إن كنت لا تريد لحديثك صغيراً يتحول إلى مشكلة كبيرة فتذكر دائماً أن تبدأ أسئلتك ب لماذا بدلاً من ماذا؟ فسؤال بسيط مثل ماذا تعمل؟ سيعطيك إجابة من كلمة واحدة ولكن إن سألت أحدهم عن سبب اختياره لوظيفة طيار أو محاسب أو مدرس فسيخبرك الكثير عن نفسه بمجرد أن يبدأ الشخص في الإجابة عن سؤالك الذي يبدأ بلماذا؟ ستتمكن من التعرف على قيم هذا الشخص وهواياته واهتماماته فمثلاً إن قال لك بأنه قرر أن يصبح مدرساً لأن جميع أفراد عائلته يعملون في التدريس ستدرك أنه يقتدي بأقاربه لأنهم يعنون له الكثير لتحفز معرفك الجدد على مشاركتك قصصهم وعدم الاكتفاء بالإجابة عن أسئلتك بكلمة واحدة عليك أن تأخذ زمام المبادرة وتشاركهم شيئاً شخصياً نوعاً للأسرار أثر سحري في تقريب الناس من بعضهم البعض بالطبع لا يجب أن تكون تلك الأسرار شخصية جداً أو محرجة يمكنك مثلاً إخبارهم كيف اكتشفت صدفة مطعماً جديداً وكان رائعاً بالفعل أو أخبرهم عن إجازتك التي استمتعت بها شاركهم بعض التفاصيل حول أحدث مشاريعك في العمل أو أخبرهم عن الأشياء التي تلهمك يرجح أن يفعل الشخص الذي تتحدث إليه الشيئ ذاته وإن طرح أحدهم موضوع التقصي أو حركة المرور فلا تفكر ملياً وانتقل بالمحادثة إلى اتجاه آخر لن تأخذك هذه المواضيع المكررة إلى حيث تريد لا تخشى الظهور بمظهر مضحك أو أن ترتكب خطأاً ما لم تكن في العمل ولا تريد من زملائك أو مديرك الجديد تشكيك في خبراتك في جميع الحالات الأخرى كن أول من يضحك على الكلمة المضحكة التي ألقيتها أو الخطأ السخيف الذي ارتكبته سيجعلك هذا تبدو لطيفاً وودوداً أكثر في نظر الآخرين عدا عن ذلك الضحك لا يقاوم لذا على الأرجح ستجعل الشخص الآخر يبتزم تعلم طرح الأسئلة ليس من باب المجامل بل بدافع الفضول الحقيقي فإذا أخبرك الشخص الذي تتحدث إليه أنه يحب التسوق لكنك لست مقتدراً لفعل هذا أحاول الانتقال إلى موضوع آخر كالتحدث عن الطعام كله يبدو مركز التسوق هذا رائعاً لكن ماذا عن هذا المطعم؟ بالمناسبة هل تحب الطعام الإيطالي؟ إنها طريقة سهلة لجعل المحادثة ممتعة لكليكما ولا تدعي أن تهتم بشيء إن لم يكن ضمن اهتماماتك بالفعل من السهل اكتشاف الحقيقة ولن تكون في موقف جيد حينها ساعد الأشخاص الذين تتحدث إليهم بطرح أسئلة مبتكرة يمكنك التفكير في هذه الأسئلة وأنت في طريقك إلى الاجتماع أو يمكن أن تكون لديك قائمة جاهزة تناسب جميع المواقف ما القوى الخارقة التي تود امتلاكها؟ أين ستذهب لو أصبح السفر إلى الفضاء ممكنا؟ لن تمنحك هذه الأسئلة إجابات مقتضبة وستنقل محادثتكم إلى مستوى آخر اسأل أصدقائك المحتملين الجدد للحصول على المشورة لكل شخص مجال خبرة خاص به وبمجرد التعرف على اهتمامات كل شخص يمكنك بالفعل الحصول على بعض المعلومات المفيدة يمنح هذا الأسلوب الناس الشعور بالكفاءة ويجعلهم يشعرون بأنهم حلفاء لك حاول تذكر كل الأسماء وأكبر قدر ممكن من التفاصيل حول شركائك في المحادثة فإذا صادفت شخصا قابلته للتو أو رأيته مرة واحدة فقط يتذكر اسمك فستشعر بأنك أكثر أهمية في المحادثة لذا نادي الأشخاص بأسمائهم وتذكر أسماء أماكن عملهم وكلياتهم وأصدقائهم المقربين وحيواناتهم الأليفة إنها من أسهل الطرق لترك انطباع جيد لدى الآخرين للانتقال بعلاقتك مع أحدهم إلى مستوى آخر جرب أن تهمس له من حين إلى آخر إنها طريقة حميمة تقرب الناس من بعضهم البعض ولتعزيز هذا التأثير إنحنق تليلا نحو الشخص الآخر وكأنك تشاركه سرا دون اختراق مساحته الشخصية سيميل الشخص الآخر نحوك فطريا ليسمعك بشكل أفضل امدح صديقك الجديد لكن لا تجعل الأمر يبدو تملكا واضحا أخبره أنك معجب بالعمل الذي يؤديه أو أثني على مظهره الأنيق أو امدح قدراته التواجد مع أشخاص يبادلونك نفس المشاعر ممتع دائما وستكون نقطة بداية جيدة شجع شريكك على مدح نفسه شجع شريكك على مدح نفسه واطلب منه التحدث عن إنجازاته أو مزاياه ثم أظهر له أنك متفاجئ قائلا رائع هل فعلت ذلك بنفسك بالفعل؟ كيف تمكنت من القيام بذلك؟ لن يكون لدى الشخص أي شيء آخر يفعله سوى مدح نفسه وبالتالي سيشعر كل منكما بالراحة والاسترخاء يمكنك أيضا مدح ذاك الشخص من شخص ثالث كل أن صديقك المشترك لاحظ أن لديه إحساس متميز بالآناقة أشر إلى شيء حققه شريكك في المحادثة من خلال عمله الجاد إنها الطريقة الأكثر نجاعة ارفع حاجبيك عندما تلتقي بالآخرين سيظهر هذا أنك تشعر بالود تجاههم يتعرف الدماغ البشري على هذه الإشارة حتى من المسافة البعيدة ويعتبرها علامة على أن التواصل مع هذا الشخص لطيف تجنب فقط الاتصال الطويل بالعينين عند تحريك الحاجبين أو جعلهما بوضعية العبوس فهذا مزعج بعض الشيء ربما لا يشعر الشخص الذي تتحدث إليه بالراحة تجاهك انظر إلى قدمي إذا كانت متجهتان بعيدا عنك فإن شريكك في المحادثة يحلم شعوريا أو لا شعوريا بالمغادرة بأسرع ما يمكن أو إن رأيته يحاول الابتعاد عنك بأي طريقة حتى لو خط خطوة واحدة فقط إلى الخلف إن كان الشخص الذي تتحدث إليه يعقد ذراعيه فوق صدره أو يعقد رجليه فقد تكون تلك إشارة على عدم شعوره بالارتياح أو اتخاذه وضعية الدفاع لأنه لا يشاركك الرأي نفسه أو ربما هذا الشخص معتاد على الجلوس بهذه الطريقة ولكن إن كنت قلقا فلن يضرك التحقق مما إذا كان الشخص مرتاحا في هذه المحادثة أم لا هل الشخص الذي تحاول التحدث إليه يتأرجح من جانب إلى آخر؟ إن لم تكن الموسيقى التي في الغرفة تزعجهم فقد تكون هذه إشارة على عدم ارتياحهم لوجوده أسهل طريقة لجعلهم يسترخون هي أن تقول لهم أن بإمكانهم المغادرة متى أرادوا إن كانوا مرتبطين بموعد آخر أو لم يكونوا قادرين على تحمل الحديث إليك سيعتذرون ويغادرون وإن فضلوا البقاء ستعلم أنهم أحبوا الحديث معك وسيساعدك ذلك في التحدث براحة أكبر والآن بعد أن عرفت أن الشخص يود التحدث إليك بالفعل احرص على تجنب إرسال رسائل سلوية إن وقفت وأنت تقاطعك حليك سيدل ذلك أنك لا تؤمن بالأشياء التي تقولها وإن كنت تتحدث وأنت تضع يديك في جيبيك فهذه علامة على أنك متوتر أو تحاول إخفاء شيئ ما وهذه ليست بداية جيدة لأي محادثة ينطبق الشيء نفسه على تغطية فمك سيبدو أن هذه اليد تساعدك على إخفاء بعض الأسرار أو إخفاء أكاذيبك والابتسام أو إجبار نفسك على الابتسام بشكل واضح هو محاولة صريحة لجعل الآخرين يشعرون بالراحة ولكنك لا تشعر بالراحة ويحدث الشيء ذاته عند تقليد الشخص الآخر في كل حركاته ربما تعلم أنك تقلد لاشعوريا سلوك شخص تحبه لكن تفرط في ذلك إذ يمكن ملاحظته دائما عند فعله متعمدا لتبدو تماما كالشخص الآخر إن كنت معتادا على الجلوس على الطاولة والتحدث وأن تتمد يديك نحو الشخص الذي تتحدث إليه فقد ينظر إلى هذه الحركة على رغبتك بإيقافه عن الكلام إن كنت تخشى المناسبات الاجتماعية وكان يمنعك خوفك من مقابلة أشخاص جدد فجرب بعض الأساليب التي ستساعدك على الشعور بالراحة في الأماكن العامة فكر في أسوأ سيناريو إذا قلت شيئا سخيفا أو نسيت شيئا فهل سيضحك عليك أحد أم سيتجاوزون تلك اللحظة على الأرجح لن يلاحظ الناس خطأك حاول تحديد الأشياء التي تخافها واجد حلا لها جميعا قبل البدء بأي حديث إن كنت تخشى البدء بأي حديث فكلمة مرحبا بسيطة وستفي بالغرض وإن كنت تعتقد أنك لن تجد موضوعا للحديث عنه فقم بإعداد قائمة بالموضوعات التي تثير شغفك وسينفعك أحدها على الأقل ترجمة نانسي قنقر